أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من ثمانية آلاف شهيد بالإضافة إلى عشرين ألف جريح وسبعين بالمئة منهم من الأطفال طوانية هذا فيما أعلنت كتائب عزدين القسام الجناح العسكري لحركة حماسة المقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في شمال غرب قطاع غزة المحاصر عدوان همجي متواصل تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول محرقتها الدامية يومها الرابعة والعشرين غزة وسكانها الصامدون عاشوا حصارا مرعبا لا سيما بعد انقطاع الانترنت والاتصالات خلال اليومين الماضيين بسبب تدمير الخطوط المغذية للاتصالات جراء القصف الذي لم يبقي على مستشفى صامد ولا مسجد جامع أو كنيسة تحمي اللاجئين إلا ودمرتها صواريخ الاحتلال تدميرا كما واصلت طائرات الاحتلال الحربية شن عشرات الغارات على محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الاهلال الأحمر الفلسطيني الواقعي جنوب غرب غزة بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المشفى ما ألحق أضرارا بالغة في أقسامه وعرض الأهالي والمرضى للاختناق وفي رسالة مستعجلة وجهها المرصد الأورو متوسيطي لحقوق الإنسان إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي طالب فيها التكتل إجبار حكومة الاحتلال على وقف إطلاق النار فورا وإنهاء حملة الإبادة إذ تواصل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر اقتراف محرقة دامية أسفرت حتى الآن عن أكثر من ثمانية آلاف شهيد بالإضافة إلى عشرين ألف جريح سبعون بالمئة منهم أطفال وسائل إجرامية حربية لا تحترم القوانين الدولية ولا المعاهدات والقرارات الأممية أمام مجتمع دولي عاجز عن الاتفاق على حوار دبلوماسي يحفظ أرواح المدنيين ويقلل معاناتهم الحوار يتجدد حول اجتماع آخر مرتقب لمجلس الأمن الدولي بعد أن أخفق في جلسته السابقة في إزدار القرارات العملية لصالح القضية الفلسطينية